بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين كان البحث عن الإخلاص في العبادة وكان البحث روائي ونواصل الروايات قلنا وصلنا في الإخلاص وتكلمنا عن العبادة وروايات تتكلمنا في العبادة وأنواع العبادة قلنا لا عبادة إلا بيقين وفي بعض الروايات وردت عنه صلى الله عليه وآله لأعبد الله كأنك تراك فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه صج الواحدة عندها الحالة يصير معصوم عن الخطأ بعد ما يظلم ما يقتل ما يسرق يعني الآن قد عندنا الآن عوامل اللي ضابطة تسمونها مراكز شرطة ومحاكم الزين ومؤسسات قضاء وجيران وعرف وتقاليد بس مو ضابطة الإنسان ما زالت الجريمة منتشرة منتشرة سفك الدماء منتشر هتك الأعراض الخيانات السرقات الاغتيالات يعني الإنسان ما قاعد يعيش في أمن وأمان حقيقة حتى من إخوانك أنت مو مو قاعد تعيش في أمن وأمان يعني من نفس المسلمين اللي وياك يعني عندنا في الحديثة المسلم ينسلم الناس من لسان يمويدهم ما قاعد تسلم من لسان بعضهم يتهمونك بأشكال الاتهامات يحاربونك بأشكال الحروب عدهم إقصال بعضهم البعض نزاعات فيما بينهم أحقاد حسد غيبة نميمة تمزيق لبعضهم وضعنا كل شيء مزرحنا يعني ده البحث حقيقة يفيدنا حتى نعالج أمراضنا النفسية وامراضنا القلبية والعقد اللي قاعدين نعيش هيك معيشتنا ضنك الوضع الاقتصادي فقر وحرمان وتشوف وارد الفرد ميت ناسا مع السوق يعني الراتب اللي ياخذه يوصل نص الشهر يخلص علي ديون يبي يشتري بيت يشتري سيارة علي ديون يعني أكثر الشعوب مديونة ليش لأنه ما قاعدين يطبقون هاي الأحاديث بان قاعدين يطبقون أمر الله عز وجل ما قاعدين يعبدون الله عز وجل لو الناس تعبد الله حق عبادته وتتقي حق تقاتل انتهت كل المشاكل فيقول أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هو يراك هو يراك فالواحد لم يستشعر بأن الله يراه بعد من سوى معصي ما يجعل الله أهون الناظرين إليه الإمام عليه سلام الله عليه يقول لا خير في عبادة ليس فيها تفقه بعد التفقش مطلوب في العبادة حتى تكون العبادة صحيحة في ناس كثيرين يصلون الإمام الصادق صلى الله عليه يقول يأتي على الرجل خمسون سنة ولم تقبل له صلاة واحدة وصل عمره خمسين سنة والله ما متقبل منه صلاة واحدة ليش أكون عنده إشكال في الوضوء الواحد قابل الله يصلي لازم مقدمات الصلاة يتقنها قابل الله يصوم يكون يتفقه في الصوم لازم يستخدم لك دورة تفقيهية في كل شيء تب تخوض معاملات عندنا في الروايات التاجر وفاجر ما لم يتفقه يعني هذا التاجر ممكن يقع في معاملات ربوية خبه دعوه أكل واحد ربا فش تقول آية فأذنوا بحرب من الله الله ينزل ياكم في حرب ودعوه الله ينزل ياكم في حرب خلاص يعني دمركم وهذه مشكلة فقل الله خير في عبادة ليس فيها تفقه وحد لازم يتفقه الوضوء لازم تروح تتعلم الوضوء لا تستحي الإمام عليه السلام الله عليه واش عنده رواية يقول وصيكم بخمسة لو ضربتم لها أباطل الإبل لكان لذلك أهلا لا 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 ترجو إلا ربك لا ترجو إلا الله ادعو الله عز وجل هو يسر لك الأمور أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بيدي كل شيء ادعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين طبعا تدعو الله وتجتهد زين آي ولا تخاف إلا ذنبك لا تخاف إلا ذنبك لأن الذنب هو اللي يدمرك زين الذنب هو اللي يدمر الإنسان شوف أغلب مشاكل نهي من الذنوب شو تقول في دعاكم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصر اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء شوف الذنوب تحبس الدعاء من أحد الذنوب التي تحبس الدعاء هي اللقمة الحرام شوفت رواية عن الإمام السجال صلى الله عليه الزين الذنوب التي تحبس الدعاء سبعة أعتقد في الرواية أقول سوء النية وخبث السريرة وهذه من صداقها شوف طلحه والزبير جاءوا للإمام صلى الله عليه كانوا يريدون نروحون للعمرة قالوا بتريدون نروحون للعمرة لو عندكم الغدرة وراحوا التحقوا بعائشة حتى يحاربوا الإمام علي هم قالوا لهم بروح للعمرة بس هم كان نيتهم الغدرة شوف هذه سؤونية خبث سريرة ازاي معاوية يقول في الكوفة يجي يقول أبرم مع الحسن صلح وأعطاه عهود بعدين جاء الكوفة قال كل ما أبرمته مع الحسن تحت قدمي هاتين هذه غدرة سؤونية خبث سريرة سؤونية وخبث السريرة والنفاق مع الإخوان ازاي يسلم عليك شلونك شيخ شيخ باركم لكن من وراك عقرب ازاي الإمام عليه الصلاة والله عليه يقول في الشعر تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء ورب أخ وفيت له بحق ولكن لا يدوم له وفاء أخلاء إذا استغنيت عنهم وأعداء إذا نزل البلاء يديمون المودة ما رأوني ويبقى الود ما بقي اللقاء وإن غنيت عن أحد وإن غنيت عن أحد قلاني وعاقبني بما فيه اكتفاء سيغنيني الذي يغنىه عني فلا فقل يدوم ولا ثراه فيقول لا ترجو إلا ربك ولا تخاف أنه إلا ذنبك وإذا لم تعلم الشيء فاسأل عنه لا تستحي إذا لم تعلم الشيء أن تتعلمه يقول اسأل إذا ما تعرف الشيء اسأل اتعلم الشيء وإذا لم تعلم عن الشيء فاسأل عنه وإذا سؤلت عن شيء وأنت لا تعلم فقل لا أعلم شقد ناس ما يعلمون بمسائل شرعية وما عندهم تخصص في القضايا الفقهية ويفتون الناس من دون علم وورطون الناس والعالم هذا مشكلة لهذا المرشدين في الحج لازم يكونوا الناس مخضرمين مثلا فتاوى في الحج تطلع ومسائل جديدة في الحج تطلع وهذا رجل ما عنده ديك المطالعة الدقيقة ويفتع لقواعد عامة وورط الناس هذا مشكلة فلازم يصير تفقه في الدين يقول إذا سئلت عن شيء وأنت لا تعلم فقل لا أعلم فهو نصف العلم أكو بعض الناس أبا إلا أن يجيب عن كل مسألة لا غلط هذا يا أخي أنت ما تعرف مو مشكلة يقول أنا ما أعرف مرة واحدة جاءوا للسيد الحكيم رحمة الله عليه السيد محسن الحكيم المرجع المعروف سئلوا عن مسألة ما كانت حاضرة في ذهنه فقال جيوبوا كتاب منهاج الصالحين فجابوا لي الكتاب وجاوب من الكتاب فبعضهم استغرب سيدني أنت مرجع تقليد كذا شلون ما تعرف المسألة قال أخوهنا ما عندي مخمو كمبيوتر أنسي تغيب عني المسألة في أفروع كثيرة فالواحد لا يستعجل في إجابة المسائل زين وإذا لم تعلم الشيء اتعلمه لا تستحي يقول لا تستحي إذا لم تعلم الشيء أنت تعلمه هذه هذه أربع لا ترجو إلا ربك ولا تخافن إلا ذنبك وإذا سئلت عن الشيء وأنت لا تعلم فقل لا أعلم وإذا لم تعلم الشيء فأسأل عنه وعليك بالصبر زين فأن الصبر من الإيمان بمثابة الرأس من الجسد فلا خير في جسد لا رأس معه ولا خير في إيمان لا صبر معه الصبر لا زين تبي توصل للمقامات العالية في كل شيء لازم تصبر الحديث القدسي يقول إني جعلت العلم في الجوع والغربة والناس يطلبونه في الوطن والشبع ولا يجدونك فالعبادة تحتاج إلى تفقه أكون مساءل شرعية في الصوم كون تسأل عنه في الصلاة في الشك في الصلاة لازم تتعلمها يجب على الإنسان أن يتعلم المساءل التي هي مورد ابتلاء وحتى في القضايا السياسية لازم تسأل إحنا وظيفتنا شنو ثورة ضد النظام لو نسوي تقية لو ننشغل بأي أمور لازم يعرف تكليفنا الشرعية لازم نسأل من الفقيه العادل لازم نربط الأمة بالمرجعية الرشيدة مو ناس دون المرجعية وينظرون لأنه في بعض القضايا ويرطون الناس والعالم لا أنت الحج بينك و بين الله والفقيه العادل وأكون عندما الرسالة العاملية لازم ترجع عليها ما تقدر ترجع عليها ارجع للوكيل أي الآن فاكس موجود ارسل فاكس للفقيه وسأل عنه إحنا كثير من أمورنا بعض ووقات نتخبط ونتورط ها ونعيش أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية أنه ما عندنا تفقه في الدين واضح لنا الإمام الباقر صلى الله عليه يقول الكمال وكل الكمال في ثلاثة التفقه في الدين وتدبير المعيشة والصبر على النائبة الإمام الصادق صلى الله عليه يقول ليت الصياط على ظهور أصحابي حتى يتفقه في الدين الإمام عليه صلى الله عليه يقول العلم رأس الخير كله والجهل رأس الشر كله فأنت تتبع تتعبد الصوم عبادة بس إذا أنت الصوم هل ده الصوم عليك واجب مواجب هو مستحب يعني الصوم إليه عدة أقسام واجب مني أكو مستحب مني هذا لازم تتفقها لازم تعرف المفترات دي كلها شنه تلاعظ شلوم أقول لا خير في عبادة ليس فيها تفقه والإمام زين العمدين صلى الله عليه يقول لا عبادة إلا بالتفقه التفقه يعني التفهم لازم أحد تفهم زين فهذه مجموعة من الروايات طبعا آثار الإخلاص شنو آثار الإخلاص الإخلاص في العبادة آثار الإخلاص في العبادة هذه نختم في الحلقة هذه الليلة إن شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وعليه قال الله عز وجل لا أطلع على قلبي عبد فأعلم منه حب الإخلاص لطاعتي لوجهي شنو النتيجة يقول لا أطلع على قلبي عبد فأعلم منه حب الإخلاص لطاعتي لوجهي وابتغى مرضاتي إلا توليت تقويمه وسياستاه أنا أتولى أمور ذلك كله الله هو اللي يأخذ بيدك زين ولها مصادق كثيرة هذه في رواية ثانية عن الرسول صلى الله عليه وعليه ما أخلص عبد لله عز وجل أربعين صباحا إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبي على لسانه الله الله يخليك إنسان حكيم يجري الحكمة على لسانك يقول ما أخلص عبد لله عز وجل أربعين صباحا أربعين صباحا يعني مثل أربعين يوم هذه الأربعين بعد لها خصوصية إلا شنو الثمر إلا جرت ينابيع الحكمة ينابيع الحكمة ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا احنا كثير من تصرفاتنا فاشرين في الحياة لأنه ما عدنا حكمة ما عدنا حكمة في تصرفاتنا فنفشل وهذه اللي هي مصادق كثيرة هذة اللي هي محاضرات هذه الكلمة إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبي على لسانه هذا أثر ثاني الإمام عليه سلام الله عليه يقول من أخلص النية تنزه عن الدنيتي يعني ما يسوي أشياء زين تحط من شأنه هذا الرابع الخامس على إمام الصادق صلى الله عليه يقول إن المؤمنة إن هذا حقيقة حديث جدا لطيف ختامه مسك إن المؤمنة المؤمن عاد المؤمن وطبعا هنا في لفظ المؤمن يعني الموالي لأهل البيت صلى الله عليه هذا من أحد معاني المؤمن طبعا الموالي بدرجة راقية يعني مثل سلمان الفارسي أبو ذو الغفاري وبعض مراجع التقليد اللي هو من كامل الفقاصة أنا اللي نفسي حافظة الحديث اللي ذكرنا إن المؤمنة لا يخشع له كل شيء كل شيء يخشع للمؤمن هذا عجيبة تذكرون زيادة الجامعة ذل لكم كل شيء تقريبا نصر عنده ولاية تكوينية إن المؤمنة ليخشع له كل شيء ويهابه كل شيء الكل يخاف مني إذا كان مخرصا لله شنو النتيجة أخاف الله منه كل شيء حتى هوام الأرض وسباعها وطير السمو حتى هوام الأرض أنا أذكر في عالم بالسناس اسمي كانوا عنده حشرات في البيت فقال ذهبوا وذهبوا الشكل يصير عندك ولاية أكرر الحديث خوش حديث هذا شوف نتيجة الإخلاص الإخلاص يصير عندك ولاية تكوينية إن المؤمنة ليخشع له كل شيء كل شيء نبات حجر حيوان إنسان يخضع له إن المؤمنة ليخشع له كل شيء ويهابه كل شيء إذا كان مخلصا لله أخاف الله منه كل شيء حتى هوام الأرض وسباعها حتى هذا الأسد خاف مننا النمر خاف مننا وسباعها وطير السماء خوش نسأل الله يوفقنا لهذه المرتبة وموفقين ودمتم سالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر